ترجمة نانسي قنقر التي اتخذتها المملكة لمكافحة فيروس كورونا وفي هذا الشأن صرح الوكيل المساعد لرقابة والموارد السيد عبدالعزيز الأشراف بأن إدارة التفتيش وفي إطار الرقابة التي تمارسها على الأسواق والمحال التجارية تقوم أيضا بممارسة دور توعوي للمساهمة في تعزيز تطبيق الإجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي هيث قامت الوزارة برعاية حملة توزيع المعاقمات الطبية بالتعاون مع شركة ضمان المطهرات الطبية وتهدف هذه الحملة إلى دعم الجهود الوقائية لمنع انتشار الفيروس وأضاف الأشراف بأن الحملة التي نفذها مفتشو إدارة التفتيش كانت بمعية المتطوعين وأتابع الأشراف بأنه تم تنويع مواقع التوزيع والتوعية إذ إجرى بعضها للمرة عند مداخل المدن والقرى وفي الشوارع التجارية والفرعية كما شملت العاملين في المواقع الإنشائية والبحارة والصيادين وكذلك مرتدي المجمعات التجارية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة